هديل عزمي الفنانة فلسطينية من الخليل وجدت لديها موهبة الرسم من الصغر حيث استطاعت أن تعبر عما في داخلها من خلال الرسم وعالم الألوان شاركت هديل في مسابقة الفرشاة الذهبية العالمية في دبي العام الماضي وفازت بالمركز الثاني وقد كانت العربية الوحيدة المشاركة بين فنانين عالميين للمزيد تنظم إلينا في الستوديو الفنانة هديل عزمي صباح الخير يا هديل وألف مبروك على الجائزة الله يبارك صراحة فخر أنه أنت كنت العربية الوحيدة وفزتي بالجائزة شكرا إليك ممكن تحكي لنا عن مشاركتك في هذا المعرض شكرا أول شيء شكرا لأيكم على استضافتكم لأيلي بهذا البرنامج الجميل مصابقة الجولدن بريش أورد اللي هي كانت بالضم فنانين من مستوى على مستوى العالم والحمد لله شاركت فيها كانت بعنوان الماء إن شاء الله بتنعرض الصورة بشرحها اللي هي كانت بالنسبة لأيلي أنا حبيت أوضح فكرة save water اللي هي أيها هي الصورة أيها هذه الصورة اللي هي save water save the world اللي هي طبعا بتوصل رسالة للعالم بضرورة الاهتمام بالماء بالضبط وإنه مثلا إنه زي ما حافظنا على الماء رح ممكن تكون هاي آخر قطرة لنروي في أطفالنا طب قديش أخذت منك وقت هاي الصورة والله هي ما في وقت محدد لأني أنا بوقت فراغي مثلا بالليل بصحي اللي وقت برسم ما في وقت طيب على موضوع فراغك بما أنك تكلمت عن وقت فراغك أنت معلمة وتخصصك فيزيا كيميا كيميا أخوان كيميا فيعني متى بتلاقي وقت أنه ما شاء الله ترسمي هذه اللوحات هو غالبا الوقت بيكون إلي والإلهام اللي دائما بيكون بالليل وقت الهدوء فيعني لو ما صح لي هداك الوقت الطويل بس إنه على الأقل بعبر بشي بسيط كل ما يكون عندي فراغ شي ساعة ممكن ساعتين باليوم أو ممكن كذا يوم ما أرسم شي يعني حسب المزاج المزاج والوقت والحالة النفسية كل شي مع بعض أكيد ممكن هذه الفن عموما يتطلب أن تكون حالة نفسية معينة الواحد عشان نقدر يبدأ بالضبط طيب هذه عندنا مجموعة لوحات هنا في الستوديو ممكن تشرحي لنا مثلا عن أول لوحة اللي هناك عندنا هاي اللي على اليسار هنا اللي على اليسار هاي صورة لنافذة مفتوحة طبعا هذا شعور للإنسان أحيانا بيحس بالضيق فبيكون أول شعور له بيحب مثلا يفتح نافذة هي مثل فسحة أمل للإنسان إنه دائما في جمال في جمال إذا الإنسان بيبحث بالجمال ممكن يلاقيه في كل مكان وبالطبيعة أكتر شي ممكن يعبر عن الجمال جميل طيب استعرض هذه الصورة برضو هاي صورة القدس قبة الصخرة طبعا والشجرة المباركة شجرة الزيتون طبعا أنا كثير طبعا كفنانة فلسطينية كثير بحاول أوجه رسالة من خلال فني وهذا واجب عليه طبعا لكل فنان لازم يوجه رسالة وخصوصا رسالة معاناة شعبه شعب أمته فأنا طبعا كفنانة فلسطينية أشعر بالألم والمعاناة اللي عاناها شعبي وتحاول أترجمها في لوحاتك أترجمها في لوحاتك فكمان في لوحة القبة الصخرة الثانية بتبين جمالية جمالية القدس مدينة القدس وقبة الصخرة طبعا هاي حابة أوجه رسالة لكل العالم عن معاناة فلسطين وعن جمالية فلسطين وأن الشعب الفلسطيني هو الأكثر تعرضا للعدوان وهو أكثر مصدر للإلهام خليني أسألك الآن مثل هذه الصورة أنت يعني رسمتها عن صورة ثانية مختلفة ولا أنت كنت مثلا بفلسطين ورسمتيها لا مثلا هاي هي صورة أصلا موجودة بس أنا أحب الرسم الواقعي بس بضيف له شي من شخصيتي يعني هلأ الرسم الواقعي مو شرط أنه يكون يعني نقل لصورة فما بصير فيه جمالية ولا بضلها صورة فأنا بضيف له من شخصيتي من إحساسي وبعبر فيها عن هاي الله هاي حلوة الصورة هاي كمان عن الانتفاضة عن التفادي الفلسطيني هذه جمعت مجموعة مواقف وصور عشناها أيوة بالضبط هاي فسارات يعني متنوعة في صورة واحدة أكيد حبيت أعبر عن الطفل الفلسطيني كم هو الطفل الفلسطيني لم يعيش براءته بشكل طبيعي فبدلا من أن يعيش بالألعاب والبالونات كان يعيش على القتل والدم وكيف حرم الطفل هذك في صورة اللي رسمتها الطفل فقد أمه بين إيديك كيف هاي هي مقدار المعاناة أنا أحب أن توصل رسالتك والفن هو خير وسيلة لتوصل المشاعر والرسائل بالضبط هي رسالة وهاي كانت طبعا هاي كانت الجائزة الجائزة أيوة الجائزة الجولدن برش ألف ألف مبروك الله يبارك فيك ويعطيك ألف عافية على توجه الله عافية شكرا لكم شكرا لكم